من جديد يعيش سكان منطقة يوباري واقعا مريرا في ظل انتشار العقارب القاتلة التي تهدل حياة الأطفال قبل الكبار ففي الأوينة الأخيرة فقد ثلاثة أطفال حياتهم بسبب لسعة عقرب كانت لهم قدرا وسببا لمغادرة الدنيا وهم في غفلة عنها تاركين ذكريات طفولتهم مع أهاليهم في حزن عميق والله نحن طبعا نتبع فين ظروف الكورونا يعني في البنزين وفي كده يعني ما تجداش توصل مثلا بعدما نصاب بولدي ما قدناش كيف نوصلوا لينطق للمستشفى يعني بثمت يعني فيها خير حتى في مصر عقرب لكن ما فيش كيف البرامج كيف تصعفه طبعا الظروف مش ملايمة تقاش بنزينة ما تقاش بيش توصلتها طبعا كل أبنائي وكل أخوة كيف ما قلت لكم يعني أن يضرب عقرب وتضرب حتى بعوضة يمكن يموت فيه في المستشفيات تتوفر الأمصال بكميات محدودة تأتي بين الحين والآخر من الإمدار الطبي فرع فزان لكن تأثر المصابين بسم العقرب خاصة من فئة الأطفال له أسباب تتعلق ببعي المواطن في سرعة نقض المصاب لأقرب المستشفى لتلقي العلاج هناك تأخير لأن الآن الظروف الموجودة وقود ما فيها الناس تشكم من عدم موجود السلسيولة لما الطفل تلصح على العقرب ما يقدرش يجيبه في خلال ساعتين وخلال ساعتين ما تبقى به يوم كاما في الخوش لغاية ما يتحصل على الإمكانية وهذا اللي نحن قلنا لابد أن العيادات والمربعات والتفتح بوابها ل24 ساعة بجباش تقدم الحالة تقدر يصحفها وكتي قبل مضاء ساعتين من العقرب هذه النتائج اللي نحن الآن نعانو فيها مع ارتفاع درجة حرارة الصيف تنتشر العقارب وتبدأ بلا ساعتها القاتلة لكل من تجده في طريقها غير مدرك لخط قدميه الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة والوفاة والكبار لا حول لهم ولا قوة لمواجهة العقارب عندما يخفق المسؤول بإيجاد حلول تنهي الخطر الذي يهدد سكان أبارم ذو سنوات طويلة اشتركوا في القناة